اشتركوا في القناة ثلاث شوارع لذلك اليوم عندنا هذا المخطط الجميل زاوية وعلى شارعين وايضا بكرة في مخطط ايضا جميل مخطط قسيمة كل القسائم الحالية الان هي عبارة عن 400 متر مربع لكن المفاجآت الجميلة ان شاء الله فيما بعد راح تكون في قسائم 600 متر في قسائم 750 في قسائم 1000 متر لذلك الموضوع شيق ورهيب ارجو انكم تتابعون معاي المقطع واذا لازلت مو مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر التنبيهات والرجاء تعطونا اعجاب اللي هو اللايك وانشروا المقطع حق غيرك حتى يستفيد وتابعونا يوميا الساعة تنعش الظهر انا اخترت الساعة تنعش الظهر حتى يصير في مجال ان الناس يعني بين الظهر والعصر في فترة راحة يستطيع الشخص انه يشوف المقطع على الاريحية لان في السابق كنت اقول ساعة اربع العصر طلع ما في مجال العصر الناس يروحون ويرجعون يروحون يسواق ودوانيات فيصير ما في مجال ان الشخص يشوف المخطط وهو مرتاح لذلك كل يوم مقطع الساعة اثنعش الظهر لذلك اللي مو مشترك يشترك وارجو مشاهدة ممتعة تابعونا هذا هو المخطط اخواني الكرام كما ترون المخطط جميل يا اخوان خاصة في الدور الارضي ما شاء الله لقوة الله بالله هذا هو هنا الجار وهني الجار لذلك هنا جار وهني جار هنا شارع رئيسي في الجهة هذه شارع رئيسي وهنا شارع الخدمة وهذه الشطفة الشطفة في بعض الناس يحسون ان الشطفة نقمة عليهم في بعض الناس يحس ان الشطفة نعمة عليه ليش؟ بما ان هذا هو الشارع الرئيسي في ناس يخلون الشطفة مثلا في باب اخر يعني بدلا ما يحطون الباب هنا في الجهة هذه يقول احط الباب في الشطفة وسوي حركة دائرية وسوي قوس ممتد الى الدور الثاني كواجهة للمكان هذا لكن حقيقة انت لما تحط الباب في الشطفة قتلت المكان هذا وقتلت المكان هنا فلذلك لما تحط الباب في الجهة هذه افضل بكثير جدا لان الله عز وجل رزك في الشارع هنا وفي الشارع هنا والشطفة هذه اذا حطيت الباب هنا معناته ما يحتاج باب هنا ما يحتاج باب هنا او اذا حطيت باب هنا يكون الباب اللي في الشطفة قريب جدا ويصير ما فيه خصوصية على بيت العائلة او على استقبال الصالة للحريم لذلك الافضل ان يكون الباب الرئيسي هنا اما في الشطفة فهذا مستبعد وقليل من الناس اللي يحطون الباب في الشطفة لذلك الخصوصية تكون لما تحط الباب هنا بقبل الشطفة في الشارع الرئيسي يكون في الشارع الرئيسي ويصير فيه هنا ايضا باب للدواوي لما هنا تحط الباب شوف حتى الباب ابعده جدا حيل بحيث يكون فيه خصوصية على الباب الرئيسي اما اذا حطيت الشطفة فانت قتلت الجهات كلها او الشارعين قتلت فيه يكون فيه باب هنا والباب هذا طبعا مكشوف لكل الجهات اللي هنا من الجهات من الجهات لذلك حاول تصير فيه خصوصية فابعد الباب قدر المستطاع تخلي في الجزء هذا او اقرب الى هنا والدواويين تخليها اخر شي حتى يكون فيه خصوصية الان ننطلق الى التصميم الداخلي التصميم الداخلي قاعد اشوفه كل معتاد فيه صالة كبيرة وفيه صالة استقبال وطبعا هذه صالة استقبال قريب عندها الكانتر المغاسل والحمام والابعاد الحمام جميلة العرض لا يقل على المتر وثمانين والطول عاد عندك من مترين الى مترين ونصف الى ثلاثة فلما يكون الطول مترين ونصف وانت رايح افضل والعرض يصير متر وثمانين ممتاز جدا نأتي الى هنا ايضا هذه صالة تصير فيه نوع من الخصوصية وايضا تستطيع منك تسكرها وتخليها مثلا باب في المستقبل خصوصية يعني يكون فيها اجمل وهكذا جميلة ايضا نأتي الى المكان هذا المكان هنا هنا يعتبر يعني صالة امتداد للصالة الرئيسية وهنا المعيشة اللي في غرفة الطعام غرفة الطعام يكون المطبخ المفروض يكون المطبخ كريب بس قاعد يشوف ان المطبخ مو موجود في الجزء هذا المطبخ راح يحس فيه معاناة يدخل من هنا الى ان يأتي هنا لكن انا اقترح اقترح جدا انه يتسكر من هنا هنا لازم يصير فيه طوفة وهنا الباب هذا حق الطواري او حق الاجار يفتح الباب من الجزء هذا الجزء هنا في المكان هنا في هذا المكان يعمل الباب هنا هذا المكان هنا المفروض باب الصالة من هنا عشان يصير اقرب حق المطبخ او يكون هنا مسكر الباب هنا تسكر الغرفة نهائيا اللي هو صارت الطعام سكر نهائيا وتكون مفتوحة فالامر لصاحب الشخص لكن المفروض والصحيح ان المطبخ يكون على اتصال في المعيشة اقرب فيكون فيه باب هنا يفتح وهذا يقفل الباب هنا مقلط حق الدواوين ما شاء الله جميل تصميم حلو هنا الدواوين فيه جزء ما لكن المقلط قاعد يعني فيه علي عيب انه اربعة وشوية فيه خمسة متر وشوية المقلط المفروض يصير سبعة في خمسة لانك على طول تقعد في المقلط الدوانية الدوانية مو مشكلة سبعة في خمسة لكن الدوانية حقيقة يعني ما اخذ مساحة كبيرة ويعني بالشهر يا الله تجلس فيها او ربما بالاسبوع لذلك احنا نركز على المقلط ما يقل عن سبعة متر في خمسة ميا لذلك ارجو مراجعة هذا المخطط خاصة المقلط اقل من ستة واقل من العرض اقل من خمسة لذلك ارجو المراجعة وبعدين فيه هنا صالة الطعام يستطيع ان مثلا على نهاية هذا الخط هنا يصير ايضا تستطيع ان تحطه مثلا سبعة في خمسة جميلة تصير مساوية للدوانية هنا الممر الدوانية متر وثمانين تقريبا او متر ونص انا اتمنى يصير فيه مترين فلما يصير فيه ازاحة شوية او تخلي نفس ما هو ولكن المقلط بتحاول تزيد في المقلط ممتاز هنا اشوف المطبخ ايضا المطبخ مأخوذ منه غرفة السائق فاثر على المطبخ المطبخ المفروض يصير مربع او مستطيل متساوي عشان يصير فيه رفوف رفوف وخزائن الامنيوم فيصير يخرى بالتصميم غرفة السائق لو تصير عادة على سماكة هذه متر ونص ترى عادي والحمام يعني متر ونص يعني يعني لا تخرب المطبخ عشان السائق السائق ما اخذ اريحية ومستانس ومخرب عليك المطبخ لا ارجو انك تخليه على نفس النافذ هذا مثلا يكون هنا تسطر العرض مالة السائق السائق مو محتاج للفخامة السائق كلها طالع وقاعد وقت النوم بس موجود لذلك السور هادا نفسها تخلي سيدة المال المطبخ تخلي مربع وهو متر ونص وتطول شوية تطول الغرفة بالطول ويصير عند الحمام متر ونص فيه كم الطول انت اللي تختاره افضل من انه ياخذ عليك حرام المطبخ جديد يخرب عليك ارجو تعديل ظرفة السائق طبعا هني فيه المخزن ممتاز جميل عشان تحط فيه ثلاجات ومواجدة البيت العيش والسكر ياخذ المخزن لذلك فيه جزئية جميلة يا اخوان لو تلاحظون حمام سباحة مطل على المقلط جميل جدا باستطاعة الشخص في المقلط يحط له درايش على المقلط وباستطاعتها يصير فيه خصوصية هنا ايضا فيه جزئية جميلة يا اخوان يعني يمكن قليل لعمل حمام سباحة في الدور الارضي او في السرداء اذا من هنا ويكون هنا فيه جلسة وهذا فيه الشاور بوكس هنا جميل والله فكرة حلوة واحييك على عمل حمام سباحة في الدور الارضي فكرة جميلة ما شاء الله لا قوت الله بالله الله مبارك لذلك انا ارجو بس غرفة المعيشة او غرفة الطعام هذه كبيرة جدا لاحظ المساحة من هنا الى هنا ارجو انك تسقرة ترحلها شوية وتخلي المقلط مقلط الجزة اذا حتى لو ياخذ الجزء هذا كله ما بكم مشكلة اهم شيء كله تصير سبعة في خمسة ننتقل الى الدور الاول طبعا البيت هذا ثلاث ادوار فقط لا يوجد سرداء ننتقل الى الدور الاول نشوف هنا فيه حوش حق الغرفة هذه هنا هذا ترى فيه حوش هنا بلكونة وايضا هذي كلها يعني سطح هذا كله سطح وهنا ايضا جميل حق المكتب هنا باب كبير او شباك كبير مطل على الحوش هذا الحوش هذا يقدر استبيد منه يحط فيه غابات يحط فيه اشجار جميلة كل شيء صالح في هذا المكان ايضا غرفة النوم الرئيسية اشوف انه يعني فيه تضحية هنا المفروض فيه ثلاث غرف لكن ابا الشخص انه يكبر الغرفة ما شاء الله تصير جميلة خمسة في اربعة وتكون الشطف هني هني اقل وسحب رد في الارتساق في الدور الارضي رد شوي فصارت الغرفة هني جميلة وحركة معمارية ممتازة الغرف هني كلها جميلة تشوفون يعني تقريبا اربعة في اربعة هذي طبعا هني خمسة في اربعة جميلة يعني قياساتها مثالية هني اربعة وشوية في اربعة وشوية طبعا الارقام غير واضحة هني خمسة متر في اربعة تقريبا جميلة هذي غرفة كبيرة وفيه خصوصية هني اخوان طبعا هني اخوان نسينا لان نعلق عليها الخصوصية هذي جميلة يعني مثلا هذي لو فرضنا حق الاولاد يكون غرفتين الباب مقابل الباب وبينهم الحمام جميل وهني يصير جناح يقدرنا يسكر يصير خصوصية حق الاولاد ومثلا هني البنات لو فرضنا في غرفة غرفة وصالة وفيه حمام ايضا هنا باب رئيسي والبنات هني كل واحد عندهم باب فجميلة فكرة انك تعزل البنات لحالهم لهم باب رئيسي وايضا الاولاد هنا تفصلهم لحالهم يصير عندهم حمام رئيسي جميل جدا ما شاء الله فلما يسوي الطريقة هذه جناح مثلا حق الاولاد وجناح حق البنات وعندهم حمام خصوصي بينهم والاولاد ايضا ما يطلعون على البنات ما لهم شغل كأنهم الحالهم يعني نظام السويت جميل جدا الحمام صايد ثلاثة متر ممتاز فيه مترين وشوية فأنا أرجو أن أصير ثلاثة في ثلاثة لكن فيه طريقة أشفعت له بدل ما يسوي ثلاثة في ثلاثة صار فيهني شاور بوكس الحالة فغطى الشاور بوكس على هذا لأنني كنت أبي الحمام ثلاثة في ثلاثة عشان جاكوزي والشاور بوكس فبما أنه حط لهني حمام كأنه حمام زايد حق شاور بوكس الحالة وجاكوزي فأصبح ممتاز وغرفة الملابس جميلة ماشاء الله تصميم ما فيه ولا عيد ماشاء الله والحمامات ما أخذ بالراي أنه ما يقل على متر ثمانين حاطني مترين وعلى الطول هذا جميل حتى هنا في الجزئية هنا يظهر كأنه فيه شاور بوكس واضح وهني كأنه فيه شاور بوكس صغير واضح وهذا الحمام صافي جميل جدا يا أخوان ما فيه ملاحظات لذلك يا أخوان حاولوا التعلمون من المخططات اللي حاطة لكم لما تروح قناتي تروح قسم المقاطع المقاطع راح تشوف مثلا مخططات تروح المخططات تلقى فيه مثلا ست مخططات عندي مقاطع أو سبع مخططات عندي شوف المخططات وشوف شو اللي يناسب واختار اللي يناسب ذوقك وبيتك على حسب حجم بيتك طبعا الآن المخططات اللي عندي مساحة 400 أيضا هنا في الدور الأول الثاني عبارة عن الشقة فواضح من هنا لما هذه الشقة دخل الشقة الصالة طويلة ما شاء الله جميلة ما يحتاج أكيد فوق السبع متر في العرض أربعة ويدخل من هنا صاحب الشقة فراح سير في غرفة نوم هنا لكن في خطأ غرفة نوم ما في حمام أروح أمشي مشوار عشان الحمام هذا لا خطأ الحمام هذا لما يكون في الجزء هنا على جنب هنا هذا الحمام لما نرحل الحمام هذا نودي هنا ممتاز فلازم يكون الحمام في الجزءية هذه من هنا لهني كل شخص لما يدش يكون الحمام بابا مني أو بابا مني لكن الأفضل يكون بابا مني أول ما يدش مني على تصير باب الحمام مني في الجزئية هذه ضروري هذا يلغي ويأتي هنا ممتاز أنا رح يقول لي أدري رح يقول لي والله المساحة صغيرة وفيها شطبة لكن مو صحيح أن الحمام للغرفة هذه بعيد جدا عند المطبخ ما في خصوصية نهائيا هذه الغرفة فيها خصوصية الحمام لكن الحمام هذا لازم يكون هنا طبعا ممكن يقول والله الحمام دريشت بايخ على الواجهة أقول لك مو مشكلة حمام واحد الضحي فيه بس حرام يعني هذه الغرفة الحمام مالا وين حرام مالا وين أو مثلا تقدر يعني ولو أنه صعبة تاخد جزئية من هنا حمام بس لا أنا فضل الحمام يكون هنا في المكان هذا أقرب عند الباب طبعا الحمام لازم يكون قريب عند الواجهة هذه باب الغرفة لازم الحمام هنا فلازم يكون الحمام هنا حاول عادي تشوف تسوي إزاحة تسوي مثلا بلكون هذه معلقة شوية تدزها على الشطفة ترى يسمحوا لك في سماح الالتصاق الشطفة يعطونهم السماح بالالتصاق في المكان هذا فتستطيع أنك الشطفة من هنا لهني تدزها للطوفة هذه السورة الأساسي لو نرجع هنا شوف هذا السطح كبير يعني كبير ماشاء الله يعني هنا انت ملتصق يعطونك سماح الالتصاق للدور الأخير عادي الالتصاق هنا في الشطفة مسموح لك للدور الثاني في الجزئية حتى هنا لما تدزها شوية تخليها معلقة أو تدزها شوية ممتازة يعني انت هنا في البيت ملتصق رد متر هنا انت راد يمكن مترين تغريبا من هنا هنا مترين أو متر وثمانية سنتين وسبعين سنتين اسحب الارتداد رد على الارتداد متر فالمتر يفيدك في الجزئية هنا لما هنا هذة تصير لنص الشطفة هذي يكون عندك مجال الحمام هذة ترحل هني ضروري هذه my recommendation حقك انك تشيل الحمام وتخلي هذة توصيتي لك بهذه الحال انتهينا من الشقة الشقة الثانية ايضا تدخلها من هنا طبعا هني بما انه عندك بما انك يعني الشخص لما يدش الشقة بما انك عندك الصالة كبيرة ارجو انك تحط هني طوفة ابي خصوصية للصالة الرجال مثلا شخص يعني عنده عزيمة ما يبي يشوف النساء يدخلون على الصالة وبعدين يروحون الغرف لا حط لك طوفة من هنا ما راح تندم ان شاء الله اذا حط لك الطوفة هنا النساء يدخلون والرجال يدخلون من هنا وحتى النساء يعني سير في خصوصية يطلع يدخل باب الصالة مسكر وهني ايضا تستطيع من الجزئية هذه تسكرها الناس الحريم يدخلون والرجال يدخلون من هنا في خصوصية وايضا هنا المطابق قاعدة شوفها جميلة ما شاء الله مترين وزيادة مترين ونصف والطول جميل جدا في خمسة متر المطابق جميلة جماعة تعلموا من التصاميم اللي حط لكم مترين ونصف فوق ممتاز العرض والطول خمسة متر او أربعة جميل جدا وهذه غرفة خادمة طلعت له غرفة خادمة يستطيع هنا هنا يحط له بعد في الجزئية هذه غرفة خادمة والباب هذا نفس الشقة سير فيها عند جزئية هذه غرفة خادمة يعني يستطيع من الجزئ هذا تحط هنا والباب اللي يصير هنا خلاص يصير فيه خصوصية لذلك ايضا بعد طول الصالة جميل يستطيع أن نضع هنا طوفة وهنا طوفة خصوصية في طريقة ثانية تستطيع أن يتأخذ الحمام وتحطه بالنص هنا بالمكان الطوفة وتحط في طوفة خاصة يكون في باب مني حق الحمام هذا في باب منين في باب جزئية بسيطة يدخل على الغرفة هذه وعلى الغرفة هذه لكن طريقة هذه غلط الحمام هذا المفروض يكون بين الغرفتين يعني هذا طريقة مكشوفة يعني الشباب اللي هنا مثلا أكشوف كم غرفة الشباب اللي هنا واحد اثنين راح يطلع الحمام مشكلة يتقابلهم ويالخدم لذلك لأن هذه خاط الحمامات فإلغي الحمام نهائيا بتاتا وحطه في الجزئية هذه وهنا يصير فيه طوفة والغرفة يستطيع أن يروح الحمام ويستطيع أن يطلع الصوب الثاني لذلك هذا يعتبر مصحيح الحمام عند المطبخ خطأ سكرة حطه هنا يرحل الحمام هنا يخدم الغرفتين يخدم الغرفتين أفضل هنا مثل ما شبناكم في غرفة نوم رئيسية حمامها داخل ممتاز هذا جميل جدا وهذا السطح طبعا السطح هنا أرجو أنه ما يصير فيه مكاين المكاين إذا فيه مكين هنا مكين هنا هنا رجاء رحلها للسطح هذا أنت بالسطح تسفيد منه في المستقبل تحط فيه ديوانيات حدائق تحط فيه أي شيء ولذلك الرجاء إبعاد مكان المكاين هذه عندك مكينتين وهذه حنين يتخليهم تسوي لهم صبة مثل نفس الغرفة معلقة حتى فوق في المستقبل يمكن تتوسع يمكن تحط لك غرفتين شيء رح يضايقونك المكاين فالمكين هذي المكين هذي لازم ترحل فوق حاول بيت طريقة هذا باختصار وإذا عجبك المقطع يليت تعملنا لايك وتشترك بالقناة وتفعل زر التبليهات حتى تصلك المقاطع أول بأول وإن شاء المقطع حقيرك والسلام عليكم ورحمة الله